أهلا بكم من جديد إذن يوم أمس استمعنا إلى تصريحات جديدة من جيرون باول كانت بمثابة تكرار للتصريحات التي كنا قد سمعناها الأربعاء الماضية عقب القرار برفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية ولكن يبدو أنه كان هناك استجابة أكبر للأسواق من ناحية تسعير ارتفاع معدلات الفائدة عند انتهاء الدورة التشديدية يوم الأربعاء الماضي لم نشهد تغيرا كبيرا فيما يتعلق بالفائدة المتوقعة بنهاية دورة التشديد إلا أن الأسواق يوم أمس بعد هذه التصريحات وبعد الحديث على أنه من الممكن أن يكون هناك رفعات متزايدة في هذه المرحلة وحتى الإشارة إلى الخمسين نقطة أساس هذا أدى إلى زيادة تسعير الأسواق لمعدلات الفائدة لتصل عند خمسة وثلاثة أعشار النقطة المئوية بنهاية دورة التشديد نذكر حاليا النطاق الأعلى لمعدلات الفائدة كما نراه هنا باللون الأصفر والنطاق الأدنى باللون البنفسجي هذا هو النطاق الذي تقف بينه معدلات الفائدة الفيدرالية وهي بالضبط هنا عند اللون الزهري عند تقريبا أربعة ونصف في المئة وبالتالي نحن نتكلم عن معدلات فائدة في نهاية دورة التشديد أعلى بقرابة واحد ونصف نقطة مئوية من مستوياتها الحالية فهل هذا يعني أنه ستكون الأسواق الأمريكية على موعد مع ثلاث رفعات كل واحدة منها بنصف نقطة مئوية أم رفعات أكثر ولكن تكون محدودة بربع نقطة مئوية كما رأينا في الاجتماع الأخير هذا طبعا ما سنراقبه وما ستنظر إليه الأسواق في محاولة لفهم محضر الاحتياط الفيدرالي أو الفيد منتس التي ستصدر بعد أيام سأراد محضر الاحتياط الفيديو نتكلم عن ذلك سنتكلم عندي أجل حote أقوoku برودة وأعني يتواجع أفضل أفضل سنتكلم عندي لكن المحضر بأخدار أفضل يستمر صحود صغر صحود ؟ انتكلم عندي اعني أرحل في قريب اتحظ بن أكثر بل المترجم للقناة